وخلال اجتماع آخر لمتابعة البرنامج القومي للرائدات المجتمعيات والمشروع القومي للتنمية الأسرة المصرية وجه رئيس السيسي بتعزيز ودعم دور الجمعيات الأهلية وآليات التنسيق بينها وبين منظومة الرائدات نظرا لمردودها وأهميتها وكذلك تشكيل مجموعات عمل متخصصة لدراسة المشكلات المجتمعية الشائعة لبلورة أفضل الصبل لتدخل الدولة لتقديم الحلول المناسبة لها مع تقديم الدعم الأكاديمي لهذه الجهود وذلك بالتنسيق والتناغم مع مبادرات الدولة في هذا الإطار مثل تنمية الأسرة المصرية ومبادرة حياة كريمة كما وجه رئيس السيسي بالاستمرار في التنسيق بين الجهات المعنية لتدقيق جميع تفاصيل مشروع تنمية الأسرة المصرية قبل انطلاق المرحلة الأولى منه إلى جانب رصد وتقديم نتائج المشروع بصفة دورية لتحقيق النتائج